شيماء سيف تكشف عن سر رشاقتها وانقاص وزنها خلال احدث ظهور لها كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف عن سر رشاقتها خلال احدث ظهور لها موضحة انها فقدت نحو خمسون كيلو من وزنها بعد خضوعها لعملية تكميم يسرى ومي كسب قداما لها دعما كبيرا ساعدها في فقدان الوزن شيماء سيف تكشف عن سر رشاقتها على مدار الاشهر الماضية فاجأت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومحبيها برشاقة ملحوظة ورغم التساؤلات حول السر الرشاقة وتخمين البعض باتجاهها لعملية جراحية لكنها لم تعلق على الامر طوال الفترة الماضية مؤخرا اجرت شيماء سيف لقاء تلفزيونيا مع الاعلامية ياسمين عز وتحدثت عن رحلتها في فقدان الوزن وأكدت على انها اجرات هذه العملية بسبب تعرضها لازمة صحية كبيرة اروت شيماء تفاصيل مرضها قائلة صحيت من النوم ركبتي موش قادرة اتنيها موش عارفة اعمل ايه بطلع سلمة كدن بصرخ وبحس بوجع فضيع وكلمت دكتور وقلت له موش عارفة في ايه وكنت بصوار وقال لي لزمة تعملي اشعة وعمله الاشعة وبعته له قال لي لزمة نعمل تغيير ميفصل حوالا ونا حسيت اني واحدة تانيت وانا اكره على الدخول المستشفيات وانهوارت وجالي اكتئب الفنانة يسرا وماي كسب كان لهما دور كبير في اقناع شيماء سيف باجراء عملية تكميم المعدة خاصة وان ماي كسب كانت قد اجرتها في وقت سابق وبدأت تشعر بتحسن وراحة وانها اكثر خفة ونشاطا تحدثت شيماء عن تفاصيل حياتها بعد العملية الجراحية واكدت على ان دور العملية هو ان تساعد الشخص في اول شهر على عدم تناول كميات كبيرة من الطعام فور خضوع شيماء سيف لعملية تكميم المعدة فقدت 20 كيلو من وزنها الزائد ومؤخرا اصبح اجمالي الكيلوات التي خسرتها 50 كيلو جرام ومن المفترض ان تخسر المزيد من الوزن خلال الفترة